الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش مجزء الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح أسيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين لسد احتياجات السوق المحلية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أسيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث اطلع رئيس أسيسي على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والذي من المنتظر أن يسهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات ومنها قطاع التحول الرقمي وجه رئيس عبد الفتاح أسيسي بتطوير منطقة التعبان بشكل كامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت اسم مدينة أرخام والجرانيت بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية والحد من التلوث البيئية كما وجه رئيس سيسي بالاهتمام برافع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من مياه وصرف صحي وكهرباء وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس سيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب كرام سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات وجه رئيس عبد الفتاح أسيسي بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في تشكا مع تطوير النظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أسيسي مع لواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتشكا صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع تداعيات الحادث المؤسف الذي وقع في دولة ليبيا الشقيقة نتيجة انفجار شاحنة نقل وقود في سبهة مما أدى لوقوع عدد من الوفايات والإصابة أعربت مصر عن صادق تعازيها حكومة وشعبا لذوي الضحايا والشعب الليبي الشقيق متمنيا الشفاء العاجلة لكافة المصابين أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابية أيمن الظواهر يوم السبت الماضي بغارة أمريكية قال بايدن في خطاب للشعب الأمريكي أن الظواهر كان زعيم القاعدة ومساعدة أسامة بن لادن وهو متورط في التخطيط لهجمة الحدي عشر من سبتمبر وقتي قرابة ثلاثة ألاف شخص كما أنه خططا للكثير من الهجمات على الأمريكيين والمصالح الأمريكية بايدن أضاف أن الظواهر كان يحط على القيام بهجمات ضد الأمريكيين وحلفائهم أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار وقال منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراجمات الصواريخ المتطورة هيمارس بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا وكانت توزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت أن دفعة المشاعدات ستشمل 75 ألف قذيفة لمدافع هاوتزر وجهت سيرلانكا نداء استغاثة عاجلة لإمدادها بالغذاء لأطفاله الذين يعانون سوء التغذية في ظل تفاقم الوضع الإنسانية الحكومة السيرلانكية قالت إن مسحا أجريا في منتصف عام 2021 أظهر أن 127 ألفا من أصل 570 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية من جانبها أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف نداء للتبرع قائلة إن الأطفال في سيرلانكا تأثروا بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية الحادة وتقدر اليونيسيف أن مليونين وثلاثمائة ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سيرلانكا انتهى موجز الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل